بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لما بدأناه في الحديث عن شركات الأشخاص نتحدث عن شركة المحصة فما هو تعريف شركة المحصة في الحقيقة لقد جاء مشروع نظام الشركات خاليا من أي تعريف أو أي زكر أو أي تنظيم لشركة المحصة لكن الفقهاء اتهدوا في تعريفها بأنها هي الشركة التي تستطر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لإجراءات الشهر وعادة شركة المحصة هذه تنشأ بين بعض الأشخاص لإنجاز عملية معينة أو لإنجاز عدة عمليات ثم بعدها تنتهي كأن يقوم شخص بإعطاء جزء من ماله لآخر لكي يستثمره نيابة عنه دون أن يظهر هذا الشخص في الصورة أو أن يعلم عنه أي شخص أي شيء فيتعامل الشخص الآخر وكأنه هو مالك رأس المال كله أما بالنسبة لخصائص شركة المحصة أو الخصية من خصائص شركة المحصة أنها من شركات الأشخاص لأن للاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء فيها قيمة كبيرة لذلك يترتب على وفاة أحد الشرقاء أو الحجر عليه أو شهر إفلاسه أو إعصاره انقضاء الشركة لزوال الاعتبار الشخصي ما لم يتفق الشرقاء على غير ذلك أما الخصية الثانية من خصائص شركة المحصة أنها من الشركات التجارية لكن هذا هو الغالب فليس هناك ما يمنع من كون شركة المحصة تكون شركات مدنية فشركة المحصة يمكن أن تكون شركة تجارية ويمكن أن تكون شركة مدنية أما الخصية التي تأتي بعد ذلك هي عدم اكتساب الشريك في شركة المحصة صفة التاجر ما لم يكتسبها من طريق آخر لأن الشريك في شركة المحصة لا يشهر ولا يقيد نفسه ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التي تكسب الشخص صفة التاجر أما الخصية التي تأتي بعد ذلك أن شركة المحصة شركة مستترة ومعنى أنها شركة مستترة أي شركة مستترة عن علم الغير ولا يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية لشهر هذه الشركة والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بما تزول صفة الاستطار عن شركة المحصة هل تزول بعلم الغير بها أم تزول باتخاذ الإجراءات القانونية لشهر هذه الشركة في الحقيقة علم الغير بوجود شركة المحصة أو بوجود شراقة ما بين الشركاء في شركة المحصة لا يؤدي إلى زوال صفة الاستطار ولا يؤدي إلى انقضاء هذه الشركة إنما الذي يؤدي إلى زوال صفة الاستطار عن هذه الشركة وزوال الشركة وانقضائها هو اتخاذ الإجراءات القانونية لشهر هذه الشركة هذا هو ما يؤدي إلى انقضاء هذه الشركة الخاصية التي تأتي بعد ذلك وهي انعدام الشخصية المعنوية حيث أنه بمجرد شهر أي شركة من الشركات تكتسب الشخصية المعنوية وبما أن شركة المحصة لا يقوز شهرها فبناء على ذلك لا تكتسب الشخصية المعنوية وبناء على ذلك لا يكون لشركة المحصة اسم ولا موطن ولا جنسية ولا زمة مالية ولا وجود شخص يمثلها ولا أي أمر من الأمور التي تترتب على اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية أو المعنوية الخاصية التي تأتي بعد ذلك هي حرية التعاقد ففي شركة المحصة يكون الشركاء أحرار في تعاقداتهم مع الغير فيجوز لهم في صدد إدارة شركة المحصة أن يتعاقدوا مع الغير بما يحقق مصلحة شركة المحصة ترجمة نانسي قنقر